هذا هو منزل نزيه الركيعي المعروف بأبو أنس الليبي وأمام منزله الوقع على بعد خمسة كيلومترات من العاصمة الليبية قامت قوات أمريكية باعتقاله واعتبرت واشنطن العملية قانونية أبو أنس الليبي هو قيادي بارز في القاعدة وهو هدف قانوني للجيش الأمريكي استنادا إلى قانون اللجوء إلى استخدام القوى العسكرية الذي أقره في العام 2001 بالطبع نحن نتشاور مع أصدقائنا في المنطقة بانتظام ونتشاور مع الحكومة الليبية لكننا لن نترق في سياستنا ونقاشاتنا إلى عملية من هذا النوع موقف كاري جاء ردا على طلب الحكومة الليبية من السلطات الأمريكية تقديم توضيحات بشأن اعتقال الليبي معتبرة أن العملية بمثابة اختطاف وأبدت حرصها على أن يحاكم المواطنون الليبيون في ليبيا في أي تهم كانت وأبو أنس الليبي متهم من قبل الولايات المتحدة بالضلوع في تفجيري السفرتين الأمريكيتين في نيروب ودار السلام في العام 1998 وأسفره عن سقوط 200 قتيل وكان يعتبر من كبار المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي عرض مكافأة بقيمة 5 ملايين دولار لمن يساعد في إلقاء القبض عليه طبعاً عملية قرصنة من قوات الجنبية لخطفوه كان يفترض بهم يقدموا مثلاً وثيقة للحكومة الليبية ويتحكم فيه هنا عادي جداً ما فيه شيء مشكلة كأي مواطن الليبي ويرجع خبراء أمريكيون في مكافحة الإرهاب أن تقوم القوات الأمريكية باستجواب الليبي الذي نقل إلى مكان آمن خارج ليبيا قبل أن يتم تسيمه إلى وزارة العدل لمحاكمته أمام محكمة مدنية في نيويورك ترجمة نانسي قنقر